اشتركوا في القناة وكفى السلام على بديل الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام مازلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وهو الاهتمام بكلام الله جل في علا وهذا أشرف العلم على الإطلاق وكما قلنا شرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علا تكلمنا الأسبوع الماضي عن مسألة من مباحث علوم القرآن مسألة سبب النزول وفضل سبب النزول وأيضا فوائد معرفة سبب النزول كان لي أن أسأل الآن لكن حتى لا حتى لا يذهب عنها بنأخذ مباحثيني من هذه المباحث أيضا مرتبطة بأسباب النزول وهي مهمة لا شك طريقة معرفة سبب النزول وأيضا عندنا مسألة مهمة جدا إذا تعدد تعددت الأسباب والنازل واحد والعكس تعددت النوازل والسبب واحد فكيف يكون هو قاعدة المكانية قاعدة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب هذه مسألة مهمة عظيمة جدا أوله هذه المباحث طريقة أو طريق معرفة سبب النزول كيف أعرف أن هذه الآية سبب نزولها هذا أو ذاك الطريق إلى معرفة سبب النزول الحق تعلم أن طريقة الطريق إلى معرفة سبب النزول هو النقل الصحيح النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون صريحا في ذلك كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ورده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتماء مقعده من النار والمعنى أنه لا يصح لأحدين أن يقول أن هذا هو سبب النزول إلا إذا كان منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل فتكلموا عليه إذن هنا لا يحل التكلم في مسألة سبب النزول إلا لما عنده أثر إلا لمن يملك الأثر في هذا الباب ولذلك قال محمد بن سرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل أو فيما أنزل الله من القرآن شون ظلوا يقول له وشوف ينهره ويسجره ليش مسألة توقفية مسألة سبب النزول مسألة توقفية يقول محمد بن سرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله هذا القرآن فإذن القول في أسباب النزول لا محل للإجتهاد فيه القول في أسباب النزول لا محل للإجتهاد فيه ليس له محل في الإجتهاد لا محل للإجتهاد فيه فالمسألة لابد أن تكون منسوبة للصحابي جليل والصحابي عليكم السلام عليكم وبركاته للصحابي جليل والصحابي يكون قد رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو جاء حتى في الإسناد فيه إعضال أو فيه إرسال ننظر إذا عضد بغيره وكان الطريق إلى الصحابي طريق يعني ضعيف وهناك طرق أخرى تقوي هذا الضعيف يأخذ به أو كان مرسلا وجاء مرسلا يتعاضد بغيره فيقوى بذلك عمتا الأصل أننا نقول أن الطريق لمعرفة سبب النزول هو التوقيف الأثر والمعنى أن المنقول لابد أن يكون أثرا جاء بسند عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن نبي صلى الله عليه وسلم لأن سبب النزول مرتبط بالآية مرتبط بنزول القرآن عليكم سلام وكاته فإذا هو متعلق بالسند فنقول بأن أسباب النزول توقيفية أسباب النزول توقيفية وقد يعبر عنها بما يثبت أنها سبب النزول يعني قد يأتي النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سبب نزول هذه الآية كذا أو يأتي عن ابن عباس ترجمان القرآن أو يأتي عن ابن مسعود وهو ترجمان القرآن أيضا فيقول وسبب نزول هذه الآية كان كذا هذا اسم التصريح التصريح بسبب النزول وهذا نادر يعني هذا ليس الغالب ليس هذا الغالب الغالب عكسه قد يأتي يعبر عنه عن سبب النزول يعبر عنه بما يفيده يعني يكون الأمر تأتي فيها لا يصرح بلفظ السببية لكن يؤتى بأداة تثبت السببية كدخول الفاء داخل على مادة نزول الآية عقب سرد الحديث بعد الحديث أأتي بالفاء كالوصف للحكم فيكون هذا من الدلالات والقرآن المهمة جدا التي تثبت سبب النزول مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لما نزلت وأنذر عشراتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفة فهتف يا صباحا فاجتم عليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن محمى أن خيلا بسفح لهذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عدام شديد قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا ثم قال فنزلت الأية هنا شوف سبب النزول بقى هنا ثم قال ابن عباس فنزلت الآية قال ابن عباس فنزلت الآية أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا لما قال فإني نذير لكم بين يدي عدام شديد فقام أبو لهب فقال تبا لك لهذا جمعتنا تبا لك سعر اليوم فأنزل الله تعالى تبت يدها أبي لهب كان هذا سببا في النزول فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا الباب على أنه لما عقب أبو الفاء كان السياق مبينا أن هذا سبب النزول وإن لم يصرح الصحابي الجليل أن سبب النزول كذا لم يصرح أن سبب النزول كذا وقد يأتي السياق مبينا التي تظهر ذلك قد يأتي السياق مبينا أنه سبب نزول كما في مراه البخارية المسلم عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساع ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال قل قل الروح من أمن ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا فهنا السياق ابن مسعود يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض له اليهود فيسألونه فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب النزول كان سؤاله ما هو سبب النزول وأيضا في قصة خولة بنت سعلبة عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت فذهبت تشتكي من ذلك فعن عائشة رضي الله عنه قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت سعلبة ويخفى عليها بعضهم وهي تشتكي زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني أعتزل فذهبت تشتكي قالت عائشة رضي الله عنه ارضاه تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت سعلبة ويخفى عليها بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني ظهر مني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل شوفونا بقى السياق حاكم في سبب النزول قالت فما برحت حتى وما قالت هذا سبب النزول لكن السياق كله حاكم يبين لك أنه سبب النزول فقال فقال يبين تبين سبب النزول نعم طيب فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات وظاهر جدا أنه سبب النزول هو هذا قال سمع الله القول لا تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله أسمع تحاولكم وقد لا تأتي لا يأتي بالفاء ولا يأتي بالسببية التصريحية ولا بالسياق فلا يكون نعم فلا يكون الأمر لا ما يتقطع النيت لا يتقطع فأكون الأمر يعني قد يحتمل السببية وقد لا يحتمل السببية كما في رواية ابن عمر أنه قال في قولي تعالى أنزلت النسائكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن نشئتم قال نزلت في ايتيان النساء في أدبارهن وعلى الله من الزبير قد نقول هذه تحتمل السببية ولا تحتمل السببية ومره أيضا عبد الله من الزبير من مخصمة الزبير رجلا من الأنصار في الشراج الحرة في نهاية القصة يقول قال أو ابن عمتك يا رسول الله فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك في مشاير ربينه ونرى أنه إذا وردت عبارتان في موضع في موضوع واحد إحدى هما نصف السببية يعني سبب نزول الآيات والسان ليست كذلك فإننا نغلب الذي يكون سببا لأنه الأقرب هو الأصح والأسد وتكون الأخرى تحمل عنها بيان المدلول مثال ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر ابن عبد الله قال قال كانت يهود تقول من أتى امرأة في دبرها من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فانزل الله جل في علا نساؤكم حرصوا لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين هنا كلام ابن عمر حمال وكلام جابر أظهر لنو جعل تعقيب الكلام بالفاء بل ذلك على السببية فيه بأن سبب نزولها هو ما قاله اليهود في هذا الباب إذا انخلصت القول بأن أسباب النزول التي فيها ما فيها من الفواد العظيم منها فهم آيات الله جل الفعلاء الوصول إليها لا يكون إلا عن طريق التوقيف الوصول إليها لسبب النزول الوصول إليه لا يكون إلا عن طريق التوقيف يعني لابد من أثر مرفوع لأنه سلم أو موقوف أو مقطوع أو فيه الرفع أو الوقف وفيه الضعف وحتى لو الضعف الشديد يكون هذا يكون داخلا فيه مسألة تعد أسباب أو سبب النزول في علوم القرآن نسأل الله أن يعلمنا المبحث الثاني هو تعدد الأسباب والنازل واحد المبحث الأول فهم ولا ما فهم منتازه إذا ننتقل إلى تعدد الأسباب والنازل واحد إلى تعدد الأسباب والنازل والنازل واحد والمعنى أن الأسباب تعددت والنازل واحد فلا يخلو الحال من صور إياها صراحة تعدد الأسباب والنازل واحد لها أربع صور أربع صور الصور الأولى يكون احدى روايتين التي تثبت وتشير الى سبب النزول صحيحة والثاني تكون ضعيفة وقد لا تكون ضعيفة تكون صحيحة لكنها انزل درجة فعند عدم التوفيق من التوفيق بينهما يعمل الدليلين يقدم الارجح السورة الثانية ان يصح ان تصح صحة روايتين كلتا هما وهناك قراءة محتفة ترجح قول عن قلب نرجح الراجح ولا ناخذ بالمرجوح السورة الثالثة استوات فيه روايتين في الصحة على مرجع لأحدهم لكن يمكن الجمع عينهم يبعى عدم الطرح هو الأولى الرابعة صحة روايتين دون مرجح فالطرح هنا أولى ما يكون بهما طيب الحالة الأولى أو السورة الأولى أن تكون احد روايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة أو صحيحة لكنها أخف درجة من الصحيحة كما رأى الشيخان البخاري هو مسلم عن جندب ليلة أو ليلتين فأتتهم رأة قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك أو قالت قلاك عليها من الله ما تستحق نعم لما قال ذلك أنزل الله تعالى وضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قال فهذه الرواية فيها إيماء إلى أن السبب ما يعني ما كان من ما رأى في الصحيح وأن المرأة جاءت فقالت له ما أرى شيطانك إلا قد تركك أو قلاك فأنزل الله تعالى وضحى إلا إذا سجى ما وضعك ربك وما قال هناك رواية أخرى تقول بأنها سبب نزول وهي رواية التبراني وأنها بشيبة عن حفص بن ميسرة في ضعف في هذا الباب عن أمه عن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم النجر كلب دخل أجل لكم الله دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فماته مكث عن النبي أربعة أيام لا ينزل عليه الوحيد فقال أخوه لما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لا يأتيني فقلت في نفسي له هيئة البيت وكان فأهويته بالمكنسة حتى تحت السرير فأخرشت الجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم طلعت لحياته وكان إذا نزل عليه أخذته الرعضة فأنزل الله جل في علاء والضحى والليل إذا سجى إلى قولي فطردها رأيت هنا الآن عندنا الأمر المصائل الذي هو في البخاري ومسلم إذن عندنا في الطريق الثاني طريق التبراني هو قول الأمة قالت بأن في جر تحت السرير للنبي صلى الله عليه وسلم سبب النزول الأول هي أن جبريل لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جاءت المرأة قالت ما أرى شيطانك إلا قد قلاك فأنزل الله جل في علاء والضحى والليل نعم التبراني بيقول بأن الأصل في ذلك أن أمرأة كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم مات جر تحت السرير وماكث أياما فأرادت المرأة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لها وقال النجوين لا يأتي بيت رسول الله ماذا حدث بيت رسول الله فقالت قلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فهويته بالمكنسة حتى تحت السرير فأخرشت الجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد رحيته وكان إذا نازل عليه أخذته الرعدة فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا نادي الصورة الأولى في اختلاف ومع الاختلاف في ترجيح لأن هناك حديث صحيح وحديث ضعيف الحديث صحيح هو فهنا النازل نقول لا الراجح أن النازل نازلت أن الآية نازلت في هذا المرأة التي قالت لأنه سلم ما عرى شيطانك إلا قد قلاك الصورة الثانية بصورة الأولى جاء المرجح من المرجحات أولا أن الحديث في الصحيح الحيني والقصة في الصحيح الحيني والمرأة جاءت لنفسلم ويزوجت أبي رهب والحديث الآخر حديث الجر حديث في الصنن وإن صح لا يمكن أن يعارض ما كان في الصحيح الصورة الثانية في الصحة الروايتين كلتين هم والأحدهم مرجح على الآخر فنحن نسير مع المرجح لسيما كان مرجحا أثريا فأنا سننظر في الراجح والمرجوح ونأخذ الراجح ونأخذ المرجوح قد يكون المرجح أن تكون أحدهم أصح من الأخرى أو يكون راوي أحدهم مشاهدة للقصة دون راوي آخر يعني القرأة المحتفة الحكم بالقرأة المحتفة بالقرأة المحتفة في هذا الباب على الترجيح لأننا لا يمكن أن نقول بأن سبب المزود سبباني متناقضان أو سببان مختلفان لا بد يكون في التقارب أو يستوعبان هذا الصحيح من سبب ذلك مخرجه البخاري عن ابن مسعود رادي الله عنه رضا قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكى على عسيب كان نفسنا يأخذوا حربة أو العصى فكان يتوكى على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقالوا حدثنا عن الروح فقام سع ورفع قال فعرفت أنه يوحى إبن مسعود ينظر فوجد أنه رفع بصره أعلم أنه يوحى إبن مسعود حالته تكون ظاهرة فجاء نفر من اليهود فسألوه عن الروح قالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الواحي ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا إلا قليلا وهذا خرج البخاري نقول هناك ستأتي صورة مخالفة وهذه الصورة كما قلنا تخالف الصورة الأولى ممكن لا يستطيع الجمع لا يمكن الجمع فيبقى هنا سبل الترجيح وقرائل الترجيح في هذا الباب وكل ذلك مرتكز على ما اعتقدنا بأن سبب النزول لا بد أن يكون توقفيا آخر جاء الترمزي عن ابن عباس شفوا الأول جاء عن ابن عباس آخر جاء الترمزي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل ذلك الرجل فقالوا اسألوه عن الرجل أسأل منك عن روح أقول روح من أم ربي وما تتمنى من علمي إلا قليلا إذن هنا الأمر الثاني يدل على أن الآن نزل بمكة ليس بالمدينة كما تنزل على قليش وأما حديث بن سعود الرواية الأولى فهذا الحق أنه نازلت بالمدينة يبقى عندنا نشوف اختلافانه الآن عندنا عندنا روايتان مختلفتان الرواية الأولى أن ابن مسعود قال أن السائل لنفس السلام هم اليهود حدثنا عن الروح فحدثهم والرواية الثانية عن ابن عباس قال أن يهود قالت لقريش سألوه عن الروح فسألوه أنا أريد وجه الخلاف بينهما وكيف الجمع وإلا ما يكون الجمع يبقى كيف الترجيح الأول في رواية البخاري متفق عليه الأمر الثاني حديث بن عباس جاء في الطبراني أو جاء في الترمذي وصحاحه نعم فأنا أريد الآن هل نزل بالترجيح أن يمكن الجمع بينهما أم لا تفضلوا السؤال لكم وين واجه الاختلاف بينهما أين واجه الاختلاف بينهما الآن المايكت فتح لذلك أنا سألتكم أريد الإجابة منكم سازة ولا منتبهة جدا طيب ماشي أكمل الإجابة أكمل الإجابة هي الأولى رواية ابن مسعود السنينية رواية ابن عباس تأميرة هنا قالت نزل بالترجيح أن نواجه الاختلاف مكان نزول ممتاز مكان نزول مكان نزول رواية ابن عباس أخوة لما يا زينب رواية ابن عباس هي الأخوة لما استخدام المايك أولى وأسرع صراحة ممتاز لا أرد كلام ابن عباس رد معنا الزكرة في الصحيحيني أريد المايك أوسع وأولى ما عندكم أحد يجيب ما عندكم أحد يجيب أجيب أنا أم تجيبون أنتم نعم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم هي الرواية الأولانية رواية ابن مسعود التي في الصحيحين تمام والرواية الأولانية الإخلاف بينهم أن الرواية الأولى ذكرت في مكة والرواية الأخرى ذكرت في مدينة العكس عكسي تصيبي عكسي تصيبي رواية الأولى ذكرت في مدينة ورواية الأخرى ذكرت في مكة طب وإش العلامة كيف عرفت كيف عرفت أن الرواية الأولى في المدينة ورواية الثانية في مكة عرفت من أين حضرتك ذكرت أنا لست دليلا يا أمي ولما أسألك حضرتك في الدليل أنا لست دليلا أكيد أنا ذكرت دليل فأتينا بالدليل أقول لحضرتك الرواية التي ذكرت فيها أن اليهود سأل فهذه الرواية التي ذكرت في المجيز ممتاز لما يلا يا أمي أنت أجابت إجابة صحيحة جدا فاضل بقية تأتى في المية لسرح تأتي بهم لما لأن نعم أنا أنتظر من يعيش في مكة قريش من يعيش في المدينة اليهود طبعا الأنصار طبعا الأول واليهود صح طيب يبقى إذن الرواية الأولى فين يبقى الرواية يبقى الرواية الأولى يبقى الرواية الأولى يبقى الرواية الأولى حماك يا أمي أعمى لو معي عصايا لك كسرتها على تختل أمامك دونك عشان تتفجعي بس من غير مضربك لا إله إلا الله أجبت الإجابة الصحيحة بقى أنت راجعت وخفتي ليه ما تخافون عند المواجهة ما أدري ليه ما تخافون شواء بوس شواء عارفها سنة بتخل سنة بتخل لنت أتجعلها تدم منها تكلمت أبدا أنت الآن الله يديك اسمعي يا أمي اليهود في المدينة صح تمام ابن مسعود يقول مرة النبي فسأله اليهود قالوا حدثنا عن الروح فنزلت الآية ماشي يبقى الآية دي نزلت فين يا أستاذة نزلت في المدينة ليه يا شطرة علشان خطر المدينة موجود فيها اليهود واليهود هم اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود بلغ بذلك ولله الحمد والمنا ووصل القطار إلى محطته الصحيحة ممتاز وارواة ثانية عن ابن عباس طيب هذه وين نزلت وين مك لماذا يا شطرة طيب أنا أقص عليك وانت تجيبي ابن عباس يقول جاءت اليهود فقالت لقريش سلوه عن الروح فسألوه فقال قل الروح من ربي وما تتم العيم إلا قليلا يبقى اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش وقريش دول في زحل ولا في جوكب المشترة لا في مك يعني مش في زحل لا ممتازة ممتازة يبقى أنا عندي الآن الآن الأولى نزلت وين في المدينة والثانية نزلت في مك ممتاز ممتاز إحنا عندنا الآن لا يمكن الجمع بينهما الآن لأن مكة والمدينة مدينتان بعيدتان بعضهم عن بعض صح أو لا يبقى ما يمكن الجمع تمام صح طيب إن كان يصعب الجمع يبقى علينا أن نذهب إلى طريق آخر وهو طريق طريق الترجيح الترجيح أنت كنت حدرتك راحة أي طريق الحمد لله أنت مش يتي معنا صح كنت راحة أي طريق لا حضرتك أنا كنت أقول أني هتبأ يعني أصحى الروايثين ليه ذكرت البحيحين ماشي يبقى يبقى إحنا كده بنرجح يبقى إحنا بنرجح يقدم على كل ما على غيره سواء انفرض بيه البخاري انفرض بيه مسلم يقدم الذي في الصحيحين ماشي يبقى أول حاجة روايث في الصحيحين ماشي تفضل تفضل أرواية صحيحيني تقدم على غيرها مفهوم دي الأمار الأولى دي الأمار الأولى أنه أرواية صحيحيني دي القرينة الأولى القرينة الأولى أن أرواية الأولى في البخاري ومسلم والثانية ليست كذلك في الترمزي وفي غيري في السنن وما كان في البخاري وحده يقدم على الجميع فما بارك أهل بخاري ومسلم يبقى دي هذه القرينة الأولى لا تترجح لنا رواية المدينة صح أنها نازلت في المدينة ما نازلت في مك الثاني ومهم جدا وهو من القرين أن ابن مسعود الراوي لذلك شاهد القصة كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد القصة يمشي مع النبي ويمشي مع النبي قال أتعلمون اليهود جاءوا قالوا سلوه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم مفهوم كمين يا دكتور ممتاز أما مكة ابن عباس ماذا يفعل ينقل ينقل وهنا أهل الحديث يقولون بأن شاهد القصة أقوى تثبتا من غيره شاهد القصة القصة أقوى تثبتا من غيره فيبا إذن ترجح الرواية التي فيها شاهد القصة لا الذي سمع مفهومة لا مفهومة وحيدة فيه في التصيح الصورة الثالثة هي ما استوى فيه الروايتان في الصحة ولا مرجح لأحدهما بس أنا أريد معنى هذا الكلام ما استوى فيه الروايتان ولا مرجح لأحدهما ولكن يمكن الجمع عينهما بأن كل من السببين حصل ونزلت الآية عقب حصول مفعل بس أريد فهم هذه المسألة كيف أفهمها نعم كيف أفهمها طيب فهمها بأنني أرى بأن الروايت قد جاءت وهذه الروايت استوى في الصح يعني هذا في الصحيح هذا في الصحيح هذا في السنة هذا في السنة يعني ليس أعلى منه أرقى منه درجة أو مرتبة وأيضا أرى أنه مع مع الاختلاف أرى أنه يمكن الجمع يمكن الجمع وقد يكون الجمع أننا نقول الأسباب تعددت وإن كان النازل واحد لكن الأسباب تعددت يبقى نزلت في السبب الأول ونزلت في السبب في السبب الثاني وبالمثال يتضح المقال تعلمون مسألة اللعان مسألة اللعان كان سبب النزول ما أخرجه البخاري من طريق أكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألبينا أحد في ظهرك وحتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني إن سكتت سكتت على غيظ وإن قلت تكلمت يعني جلد ظهري سيجعل الله لي مخرجا فجعل الله المخرج فنزلت ولذلك هو قال له يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأتي ينترق يتمس بينه يعني كيف يصبر وينتظر حتى يأتي ببين أربعة شهود والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله تعالى ما يبرئ به ظهري من الحد فنزل جبريل والذين أرمون أجواجهم ونمكنهم شهداء لأنفسهم هذا الآن هذه الرؤية الأولى في النزول وأخرج أيضا البخاري المسلم عندنا البخاري والبخاري المسلم على الدرجات وأيضا أخرج البخاري والمسلم النفذ له للبخاري عن سهل بن ساعة أن عواميرا أتى عاصم من عدي أو عدي وكان سيد بني عجلان فقال له كيف تقولون في رجل واجل مع امرأة رجل أن يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع الأمر اشتد عليه قال سل سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقرأ في رؤية مسلم فسأل عاصم رسول الله فكره رسول الله المسائل وعابها فقال عوامير والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله وقال له يعني أنت وضعتني في أمر النبي عاب المسائل وكره المسألة وعابها فقال عوامير والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إصرار على أن عوض المسائل يرجع فيها للعالم التقي النقي فقال يا رسول الله فأسأل عاصم فكره يا رسول الله المسائل وعابها قال عوامير والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله فجاءه عوامير فقال له رجل واجد مع برأة رجلا يقتلوا فتقتلونها قال كيف أصنع قال قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك فأمرهما أمرهما بالملاعنة بما سمى الله في كتابي لأنه الأول يثبت أمران و الثاني يثبت أمرا وكلهما اجتمع على 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 النازل فكان سبب الأولى سبب نزول والثاني سبب نزول لكن مع اختلاف الأشخاص المعنى واحد مع اختلاف الأشخاص يبقى لنا أن نقول كلهم سبب نزول كان سبب نزول هنا ابن أمية يستغيث يقول ماذا أفعل رأيت مع امرأتي رجلا أذهب للكع ابن لكع عادي له بأربعة شود وكيف هل سيصبرون هل سينتظرون حتى أتيهم بالأربعة شود وإلا فالحد في ظهري يعني وإلا تجلدونني يعني وجد قهرا لكن قال إني لصادق وإن الله سينزل ما يبرق ظهري بذلك فأنزل الله جعل فعله والذين ألمون أزواجه ورواي أيضا في الصحيح بأن عوامل العجلاني سأل عاصم أن يسأل أن يسأل عن مسألة مثل هذه فلما كشر عن أنيابه وأن لما يسأل اشتد وقالك أم كيف أصنع فقال له قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك فأمرهما من ملعنى بما سمى الله في كتابه فالصحيح هنا نقول لا مرجح ويحمل عليهما يحمل عليهما على اعتبار أن الأول من سأله هو هلال من أمية ثم قفاه عوامر قبل إجابته فسأله بواسطة عاصم من مرة وبنفسه مرة فأنزل الله الإجابة للحادثتين معا والحق أن نقول هنا قاعدة مهمة جدا لابد أن نتمسك بها أعمال الدريلين أولى من إحدى أهلين أعمال الدريلين أولى من إهمال أحدهما أعمال الدريلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر ولا منع أن يأخذ الأمرين وكلما كان الترجيح على ذلك كلما كان أولى فإعمال الدريلين أولى من إهمال أحدهم أعمال الدريلين أولى من إهمال أحدهم بقي لنا الصورة الرابعة في هذا الباب على سبب النزول يبقى الأولى رواية تاني مختلفة تاني بينهما صحيح وضعيف يبقى الترجيح في رواية تاني يمكن نجمع عينهما يبقى نجمع عينهما والصورة الرابعة هي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لأحدهما ودون إمكان للأخذ بيهما معا لبعد الزمان بين الأسباب فعقمهما أن نحمل الأمر على تكرار النزول لأن فيه أعمالا لكل الرواية ولا منع أخرج البعاقي والبزار عن أبي هريرة رضي الله نرضاه وقف على حمزة حين أن النبي وقف على حمزة حين استشهد وقال وقد مثل موثل أبي فقال مثلنا بسبعين منهم مكانك في رواية أخرج الحاكم عن أبي بن كعب الأولى قاية عن أبي هريرة عن أبي بن كعب لما كانوا مؤحد أصيب من الأنصار أربعة وستون ونراجعين منهم حمزة فمستلوا بهم أو فمستلوا بهم فقالت الأنصار إن أصابنا منه يوما مثل هذا نزيدن عليهم فلما كانوا مفتح أنزل الله تعالى وإن عقبتم فعقبوا بسبع ما عقبتم به إذن المثال الأول في حديث أبي هريرة أن قال أثنى بسبعين فأنزل وإن عقبتم فعقبوا بسبع ما عقبتم به وأما في تنمزي عن أبي لما كانوا مؤحد أصاب الأنصار أصاب الأنصار أربعة وستون أو أصاب الأنصار أربعة ونصتون ونراجعين ستة منهم حمزة فمستلوا به فقالت الأنصار لأن أصابنا منهم يوما مثل هذا نزيدن عليهم فلما كانوا مفتح وقال وإن عقبتم فعقبوا بسبع ما عقبتم به يبقى الرؤية الأولى تفيد أنها نزلت في غزة أحد والثانية تفيد أنها نزلت يوم فتح يوم فتح مكة اختلف البهدان واختلف التوقيتان اختلف نعم وغزة فتح أعظم مع ذلك لا نصاحبها أقصد في النزول سال النزول يبقى إذن عندنا الرؤية الأولى في غزة أحد الرؤية الثانية فتح مكة اختلفه الآن هذا الاختلاف وظاهر وما عندي مرجح من المرجحات نقول هنا نزلت الآية في المدينة ونزلت في مكة نزلت الآية في المدينة ونزلت في مكة كيف نزلت في المدينة ونزلت في مكة أقول نزلت في المدينة أول ما نزلت ونزلت في مكة بعد ذلك يوم الفتح إذن هذه الصور الأربعة مفادها الرؤيتان مختلفتان ويمكن الجمع إذا لابد من الترجيح الرؤيتان مختلفتان ويستصعب الجامعة لكن عرف السابق من اللاحق يبقى النسخ روايتان متفقتان مختلفتان وهما من أوفق ما يقولون بعضهم البعض يجوز أأخذ الماء في ذلك قال بقي لنا في هذا الباب أن نضرب أمثالا أن نضرب أمثالا على ذلك في قوله تعالى إذا جاء نص الله الفتح ورأيت نسخ ما في دين الله هل يمكن أن نقول أن السابق نزول يعني قد يعرف من السياق نقول أن السابق نزول لابد أن يكون توقفيا لو سألت سوعة ثلاثة آيات مثلا أقول ائتوني بسبب النزول طيب الرواية الأولى إذا بلغ الرواية الأولى في قوله جل في علاء وأنذر عشراتك الأقربين واخفج جناحك لما يتبعك من المؤمنين ما سابق النزول ملكان أكثر من آياء أو سابق أكثر من سابق النزول تأتون به وأنا أريد تطبيقا عمليا أن تقول سبب النزول والفائدة استفدتها من الكلام إذبات سبب النزول والأمر الثالث إن كان هناك اختلاف هل فيه مرجحات أم لا أريد إجابة منكم أنتم بالزوم دكتور أنا مش عارف أكتب كان وقتها صلح الحضايبية صلح الحضايبية نعم يعني سبب نزول الفتح يعني الروايتان الروايتان الرواية الأولى كانت في أحد لأنه حين استشهد حمزة قال لأمثلن بسبعين فنزل وإن عقبته فعقبته مثل ما عقبتم به في الوقت الترميذي هذه الوقت البهاق والبزار في الوقت الترميذي عن أبي بن كعب أنه أصيب أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين فقاتل الأنصار لأن أصابنا منهم يوم مثل ذلك لأن زيدنا عليهم يعني عذابا فأنزل الله جلاله وإن عقبتم في عقب المسلمين عقبتم به فهمتم الرواية الأولى في غزة أحد الرواية الثانية في فتح مكة قد نقول هل هذا هو سبب النزول الأول ليس هو سبب النزول الصحيح أن الأول سبب النزول لأنه لما قال بذلك الله جعله أوقفه عن ذلك عن التمثيل قال لا لا ليست من أخلاقياتنا وإن عقبتم فعقبهم مثل ما عقبتم به يعني واحد فقط وبعد كده عدلا أن يسلم عن عدلا أن يسلم عن ما عزم عليه من التمثيل بهم بالحديث بالحديث أنهى كل يعني كل ما يكون سمر لذلك لأنه نهى عن المسلة بعد ذلك نهى عن المسلة فدي معناها أنه نهىه الله عن المسلة فأخذ بذلك ثم نهى عن المسلة لكن هذا يثبت كما قلنا سبب النزول سبب النزول أصلا هم قالوا أيضا في حديث أبي أنه لما فتح مكة أنزل الله على ونعقبهم فعقبهم يسلمون ما عقبتم به فكان الأمر يحتاج إلى ترجيح ولا ترجيح بينهما فيكون الصحيح في هذا الباب أن نقول نازلت في أحد حين قال نفسنا أمثلنا بسبعين ثم نازلت بعد ذلك بمكة حين قال الأنصار لنزيدنا عليهم بكذا فنازلت بمكة يوم الفتح فهنا الإجابة من ذلك أن نقول تعددت أسباب النزول تعددت أسباب النزول فيمكن جمع عينهما نقول سبب النزول ما حدث في قصة أحد وسبب النزول أيضا ما حدث في الفتح أنه كان يوم مهيبا وكانت قرش تخشى أن ينتقل منها النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت أخلاقيات النبي الفزة عندما عاف عنهم جميعا قال من دخل بيته فهو آمن من دخل بيته أبي سبحان فهو آمن من دخل بيته الكعبة فهو آمن وأعطاهم ما أعطاهم من المساحة في الحرية على أن يؤمنوا أو يتركوا يبقى إذا عندنا هذه المسألة الأولى نعم تفضل يعني دكتور حضرتك هنا مقصود ب الفتح في فتح مكة وإن فتحنا لك الفتحة المبينة في سورة الفتح أيضا فتح مكة السورتين الزين في فتح مكة أنا الآن ده سؤالي أنا بيانت المسألة الأولى مسألة مسألة النسخ مسألة المثلة وأن الله نهاية عن المثلة أتينا بها جيد الآن أنا أريد منكم في مسألة إذا جاءنا السورة الفتح ما هو نسبة النزول الحديث ظاهر لذلك سألتكم عنه الصمراء الجزائرية أتت بإجابة قالت السورة النزول قرب قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل جعل الله له علامة لأجله بدخول الناس أفواجه في دين الله لا أجل فعلها وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أما قلنا بأن أسباب النزول توقيفي يبقى خلاصة الدرس هنا أسباب النزول ليست اجتهدية إذا لا بد لها من توقيف ومعنى التوقيف أنه لا بد أن يكون قد خرجها أصحاب السنة والأمر الثاني أن أسباب النزول قد تتعدد والنازل واحد فتعدد أسباب النزول إما أن يكون مقبولا إما أن يكون مفوضا مدفوعا يعني وإما أن يكون متوقف فيه هذه أصناف ثلاثة أن يكون مقبولا الجامع بينهما وارد يعني اتحدى لسبب النزول والآيات الأمة مخالفة بينهما تعدد تعدد سبب النزول ولا موافقة هناك مضادة لابد من الترجيح أي أن تتعدد سبب النزول ولا يمكن الجامع يبقى لابد من الترجيح من النسخة أو المنسوخ مفهوم انتظر من الذي انتظر خليه انتظر حتى يتعلم والانتظار فيه ما فيه من البركة نعم حسن يا أخي طب أنا أسألكم تقول لي سبب النزول أو أقول للآية وتقول لي سبب النزول جيد أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأم شايعون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون سبب نزول هذه الآية بازو تؤحد يعني أنت قريبة جدا إلهام أنا أريد ماشي ماشي أريد الواقعة بالذاتة التي تكون سبب النزول ممتازين ممتازين وش الواقعة وش هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ممتازة إلهام وش هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعنهم قال كيف يفلحوا قوم أدموا نبيهم نعم اللهم لعن فلان لعن صهيください لعن أربعه والأربع أسلم والأربع أسلم هنا أتت بالحديثة مرور البخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول الله إذا رفع رسوله من ركوع كان يقول اللهم إلعم فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن الحميد فأنزل الله ليس لك من الأمر الشيون أو يتوب عليهم أو أعذيهم فأنهم ظالمون إذن ليس التخلف عن الأعجيات هو أراد أن يلعن من أدموه إذن هذه مسألة تعددت الأسباب والنازل واحد نستوعب أن يكون متفقين أن يكون مفترقين مختلفين أن يكون فيها نوع اتفاق وافتراق وفي كل فضل عند الاتفاق يجتمع ونقول اجتمع فلا فارق ولا اختلاف اجتمع وهناك فارق واختلاف يبقى إذن تعدد النازل طار النازل هنا طار النازل هنا والباقي يكون الترجيح بين الروايات هذا بالنسبة لتعدد تعدد الأسباب والنازل واحد عندنا مسألة عكس هذه المسألة السبب واحد وتعدد النزول وهذا سنبين إن شاء الله أن هذا المبحث والثاني ينفعون جدا 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 في هذه المسألة مسألة فهم الآيات وربطها بأسباب النزول وأيضا تنفع كثيرا كما قلنا في تفتيح مسامع القلب على العلم الآيات التي نزلت مواكبة متفقة على أحوال الناس مبينة أن هذا القرآن صالح لكل زمان وكل مكان وفيها السئلة تفضلوا نعم تنزل تنزل الآيات بأكثر من قراءة مختلفة في أماكن مختلفة وأحوال مختلفة وهذا سيئة في الدرس القادم وهي السبب واحد وتعدد النزول لو عندكم أسئلة تفضلوا وذلك النفسي والجميع بأننا مسألة أكثر عليها من الصلاة عليها لها الجمعة من الجمعة إذا انتفقت رؤيتهم في الصحة واختلاف مكان النزول تنسخ أهم الأخرى قد لا تنسخ أحدهم الأخرى لأننا لو لم نعلم المتأخر والمتقدم نقول تعدد النزول تعدد النزول يبقى نزلت في المدينة لهذا ونزلت في المكة لهذا ولقال نزلت في المدينة نزلت في المدينة مثلاً وأنه اتحدت المكة والمدينة لا هل انتهت الأسئلة؟ انتهينا هنا من عند الزوم طيب الآن هي سجلت ما أدري لما من الذي يحدث التقاصر ولا يأتيكم المبحث هذا سأجعل المشرفون لو سمحتم طيب دينا أو سالفي أنا لم أرى سالفي حضر هادي فالمشرف يقول له بأنه يفرغوا ويبعث لكم به غداً إن شاء الله يبعث لكم به غداً إن شاء الله لم يكن موجوداً لم يكن موجوداً سالفي إن شاء الله غداً يجهزوا ويبعثوا لكم بإذن الله وإلا آخر إن شاء الله يفعلوا لكن هو الحمد لله لا يتأخر سالفي لا يتأخر عن ذلك غداً يفرغ المحاضرة ويبعث لكم بها إياه إن شاء الله غداً بإذن الله غداً طيب طيب بعدين أدرينا إن شاء الله بعدين سبحانك الله وربنا وحمدك أشهد الله له إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رادي الله عنك أنيس جزاكم الله خيرا يبقى لنا نحن نصف ساعة وبعد ذلك ندخل بعد نصف ساعة على ابن بطة وصحيح البخاري بإذن الله ابن بطة في الإبان الكبرى عقيدة وهي العقيدة أهم من العلوم وصحيح البخاري أيضا في العقيدة في رد على الجهمية نعم دينا ترفع الدرس اليوم بعد درس مباشرة يترفع بعد ذلك التفريغ يكون سالة في بكرة إن شاء الله يفرغوا ويعطيكم إياها من السنة الإكثار من الصلاة والسلام في هذه الليلة وغدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستأذن الأخوات في الزوم في الجامعة وأستأذن الأخوة الأفاضل في الميكسرل وأيضا في الفيس السلام عليكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما